في إطار آخر نفأ دكتور محمود علام الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القهرة صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام حول الأسعار المتداولة للعلاج بالمستشفى القصر العيني الفرنساوي جملة وتفصيلا وقال دكتور أحمد طاها مدير المستشفى أنه لم يعتمد أي أسعار بشأن العلاج في مستشفى الفرنساوي وشيرا إلى أن تأكيد قصر العيني على أن تقديم خدماته للجميع ولن يتخلى عن مسؤولياته مهما كانت تكلفة العلاق وطبقا للوائح المعتمدة كوحدة ذات طابع خاص وبالفعل استقبل الفرنساوي العديد من الحالات من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والتمريد ويتم علاجها بالمجان وأوضح الدكتور أحمد طاها أن القصر الفرنساوي يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية وذلك بسعر تكلفة دولية بناء على طلبها رسمي بينما تقدم الخدمات الطبية للمصريين كوحدة ذات طابع خاص وفقا للقوانين واللوائح مضيفا بأنه تم تخصيص جناح بالفرنساوي للجانب بناء على طلب العديد من السفرات والهيئات الدولية وحتى الآن لم تتم أي تعاقدات وتهيب جماعة القاهرة بالجميع توخي الدقة والبعد عن الشائعات والأكاذيب في هذه المرحلة الكارثية التي يمر بها العالم